السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الاثنين ثلاثين أكتوبر الفين وثلاثة عشرين والساعة العاشرة إلا تسعة دقائق أو عشر دقائق العاشرة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديث إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر التيك توك كما تعلمون أو على الأقل الذين رافقوني في اللايف السابق يعلمون أن الفيسبوك يمنعنا من الظهور على اللايف وذلك بسبب النشاط الذي نقوم به فيما يتعلق أو ضد الحرب الإجرامية الذي يخوذها الصهاين وداعمهم في فلسطين طبعا لم يعجبهم الحال كانت أصلا صفحة مضعفة بشكل رهيب جدا كانت يتم إضعافها بشكل بحيث لا تصل إلى أكثر من 5% والآن لا تصل إلى أكثر من أقل من 1% حسب إحصائيات الفيسبوك نفسه من قبل كان الإشكال هو أنهم تلقوا مصالح ومنافع كبرى من طرف العصابة في الجزائر ولذلك أضعفوا كثير من صفحات الأحرار اللهم إلا على بعض الناس اللي عندهم دعم خارجي ربما لم تمس صفحاتهم أما صفحات الأحرار فهي تم إضعافها وإضعافها بشكل رهيب وهذا كان مقابل مقابل أمور ومنافع دفعتها العصابة للفيسبوك وطبعا زاد غضبهم من نشاط الجزائريين وأنا واحد منهم ونشاط كثيرين يعني ليس فقط جزائريين يعني كثيرين من المنطقة التاعنا المنطقة المغاربية المنطقة العربية المنطقة الإسلامية بل كثير من أحرار العالم اللي أضعفوا لهم صفحاتهم وبمجرد وضعين بطبيعة الحال عن طريق ذكاء الاصطناعي وضعين كلمات معينة صور معينة أصوات معينة بمجرد أن تظهر يضعفوا الصفحة إلى حد كبير ولذلك أدعي إخواني أن يلتحقوا باليوتيوب أو بالتيك توك اللي رهما زال يسمح لنا بالنشاط ونحن سنستمر بالنشاط إلى غاية أن يغلق كل شيء وحتى إذا أغلق كل شيء سنأتيهم من حيث لا يحتسبون سنأتي من محطات أخرى أو من مواقع أخرى وسنكتب وسنظل ما دام الإنسان الحر ما دام فيه نفس سيظل دائما يدافع المستضعفين ويدافع عن الحق ويدافع عن العدل ويدافع عن الحقيقة أما السفهاء والعابثين والحكام الطغاة وكبار المستكبرين في هذا العالم فيفعلون العكس تماما ينشرون الأباطيل والأكاذيب ينشرون الإشاعات يشيطنون الناس يقتلون المستضعفين ينهبونهم يضعفون الأوطان والبلدان وهذه هي معركة الحق والباطل ومعركة الحق والباطل هي معركة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بعض أخواننا لا يفهمون أحيانا أو لا يستوعبون هذا فيشعرون باليأس أو يشعرون بأن الناس تخلت عليهم أو أن الله تخلى عنا أو أن النصر لم يأتي أو أن وكأن القضية هي قضية حسابات بسيطة تجرى هنا أو هناك وليس مقادير وتقديرات إلهية مطلوب فيها دورنا هو أن تكون مع الحق ضد الباطل أن تكون مع المستضعف ضد الظالم أن تكون مع العادل ضد الظالمين أو المجرمين وليس أن تظل في حسابات قد لا تفقه منها شيئا وقد يصيبك اليأس قد يصيبك العجز قد يصيبك البؤس قد يصيبك الغضب قد يصيبك كل هذا لأنك تشعر وكأنك تغرق وحدك أو كأن العالم كله ضدك لأصاب أجدادنا هذا وأبائنا هذا الحال لما قامت ثورة أخرجت الإمبراطورية الفرنسية من بلاد كانت تعتبر جزء من فرنسا جزء لا يتجزأ من فرنسا من بلاد كان يحكمها مليون مستوطن ومعهم آنذاك مئتين ألف جندي قبل أن يصبحوا أكثر من خمسمائة ألف جندي عندما اندلعت الثورة وتوسعت لو يأيس أبانا وأجدادنا لقالوا إن من كان قبلهم قد قاوم ولمدة ما يقارب ستين عام مقاومات في كل مكان مقاومات مقاومة الأمير عبدالقادر ومقاومة الباية أحمد ومقاومة المقراني والحداد وابو بغلى وابو معزا وابو أنعاما ويعني أولا بيغصد الشيء ومقاومات لم تتوقف ومع ذلك لم ينتصر بالمعنى المادي لكنهم حققوا وجودهم بمعنى أنهم حاربوا الطاغي والطغيان وتركوا الأمر لمن يأتي بعدهم النصر بالنسبة للذي يقاوم هو ليس الفوز حتما النصر هو أن تموت من أجل الحق وأن تتدافع عنه أو تنتصر بمعنى تفوز لكن كلاهما نصر الثبات في مواجهة الطغيان هو انتصار الثبات في مواجهة البغاة القسات الطغاة الذين يعذبون الناس ويقتلون الناس ويشيطرون الناس ويجوعون الناس الثبات في وجههم هو انتصار عدم التسليم لهم هو انتصار إزعاج الظالم ولو بكلمة ولو بحرف ولو بمسيرة ولو بخطوات ولو بخمسة أشخاص تنقل لهم الحقيقة هو انتصار ما دمت تقاوم فأنت منتصر إن الانهزام هو حينما تتوقف عن المقاومة حينما تتوقف عن دفاع الحق حينما تتوقف عن دفاع الحقيقة حينما تتوقف عن دفاع المستضعفين هذا هو الهزيمة أما ما دامك رح مستمر فأنت منتصر من أين لي بهذا؟ أولا تجارب البشرية هناك تجارب كثيرة جدا في تجارب البشرية التي هزمت الطغات وإلا لظلت الامبراطوريات الأولى التي وجدت على وجه الأرض لا ظلت لظلت الامبراطورية الرومانية والفارسية والبيزنطية مثلا اللي كانوا كلهم موجودين قبل 1500 سنة أين هي هذه الامبراطوريات؟ لا توجد اختفت تهشمت ضعت أو لظلت الامبراطوريات أيضا اللي جات من بعدهم ولتكون مثل الامبراطورية البرتغالية والإسبانية على سبيل المثال والفرنسية والبريطانية أين هي هذه الامبراطورية؟ اختفت أصبحت بقية الدول صغيرة فرنسا اليوم أو بريطانيا أو إسبانيا هي دول صغيرة أو متوسطة لكنها ليست من الدول الكبرى العظمى هي دول متوسطة قبل 100 سنة كانت بريطانيا وفرنسا تقتسمان العالم وقبل 300 سنة كانت إسبانيا والبرتغال تكاد تقتسمان العالم لم يبقى منهم الكثير وقبل هذه التاريخ وما يعلمنا أين أيضا دول العثمانية الدولة العثمانية وقد سيطرت على نصف كرة الأرضية تقريبا اختفت هي الأخرى أيضا لم تبقى منها إلا تركيا إذن تختفي إمبراطوريات وتنتصر الشعوب وقد تشكل إمبراطوريات ثم تكون هي طاغية فأيضا تختفيه فيما بعد لكن احنا أهم شيء حتى من تجارب الناس والبشرية والتاريخ وما يعلمنا التاريخ وما يعلمنا الله ونحن قوم مؤمنون مسلمون ومؤمنون والله يعلمنا عن طريق خير من خلق أنه يأتي يوم القيام نبي ومعه شخص واحد نبي أرسل وكلف برسالة وذهب إلى الناس وناقشهم وحاور معهم ومع ذلك لم يؤمن به إلا شخص واحد بل أنه يضيف النفس الحديث أنه يأتي يوم القيام نبي ولم يؤمن به أحد والسؤال المطروح ربما بالمفهوم المادي للنصر كيف يا الله ترسل الأنبياء ولا يؤمن بهم أحد والرد البسيط هو أن هذا ليس هو الهدف أساسا أن يؤمن الناس الهدف هو أن يعمل الناس الهدف هو أن تعمل أما النتيجة فهي ليست شأنك هذا بالنسبة للمؤمن ولذلك المؤمن يستمر في المعركة حتى آخر نفس لا يأس لا يقنط لا يضعف برغم أن قد تكون كل شيء ضده ما يقع اليوم في غزة الناس منبهرة منبهرة حتى الأعداء حتى أكبر الأعداء منبهرين بهذه كمشات الرجال في هذه البقعة الصغيرة والصغيرة جدا كيف تستطيع أن تواجه بلدا أنشأه الغرب وسلحه الغرب وعطاه تكنولوجيا الغرب ويعطيهم أموالا بلا حدود وما زال يعطيه ويدعمه بكل طرق إعلاميا وماديا وعسكريا بكل شيء أمريكا أرسلت حاملات الطائرات كيف يستطيع مقاومين عزل تحاصرهم صهاينة العرب وصهاينة اليهود ومع ذلك يستطيعون أن يحدثوا هذا الخلل الرهيب هذا القلق الشديد هذا العزعاج الذي يقض مضاجع الكثيرين سواء في دولة صهاينة أو في دول التي تدعمهم وترعاهم إلى درجة أن الكثيرين ما زالوا يكتبون من إخوان وهم على الأرجح أنهم ناس صادقين مخلصين يقولون أن هذه مؤامرة إنها مؤامرة ضد غزة وضد أهل غزة وضد فلسطين وأن المقاومة سقطت في هذه المقامرة لم يستوعبوا الصدمة لم تكن فقط ضد صهاينة اليهود أو صهاينة العرب الذين يدعمونها أو الغرب إنما حتى بعض قومنا الذين هم مع الحق أو هكذا نظن لم يستوعبوا بالنسبة إليهم هذه مؤامرة لقتل المدنيين الفلسطينيين والحقيقة أن المدنيين الفلسطينيين كانوا يقتلون دائما ويجوعون دائما ويحاصرون دائما هذه الضفة الغربية تقريبا ليس فيها مقاومة إلا محدودة جدا ومع ذلك يقتل فيها العشرات لحد الآن قتل أكثر من 112 شخص فيها في هذه العشرين يوم ويسجن منها الآلاف الذين يسجنون من الضفة الغربية أكثر بكثير غزة لا يسجن منها أحد هي كلها في سجن لكن لا يسجن منها أحد الناس إذن أحيانا أمام هول الأحداث قد لا تجد تفسير فتلجأ إلى التفسير المؤامراتي للأحداث لا يا إخوان كل الكتاب كل المفكرين كل وضع الاستراتيجيات كل كبار قوم الغرب والشرق وكل إنسان عاقل يقول أن ما حدث يوم 7 أكتوبر كان زلزالا أضر بالغرب وأضر بالدولة بهذه الدولة التي سرعوها وأضر بهذا الكيان المصنوع ضررا لن يعود أبدا كما كان الحال من قبل لن يعود أبدا لقد أضروا وأطاحوا باستكبار عالمي كان يقال أنه خامجيش في العالم وأن لديهم أعظم مخابرات في العالم وأنهم من أكبر الاستراتيجيين في العالم وأنهم يرعبون أنظمة حولهم رعبا شديدا ويخافهم العالم أجمع إن ما حدث يوم 7 أكتوبر كان زلزالا بكل المقاييس وهو ما يعبر عنه سادة وقادة هذا الكيان ويعبر عنه أيضا أسيادهم في الغرب أو قل دائميهم في الغرب إذن الحقيقة أنها هؤلاء هذه الفغة السغيرة المستضعفة انتفضت قاومت أخذت بالأسباب فأحدثت رجة هائلة يتردد صداها في العالم أجمع فتكاد كل أخبار العالم اليوم كلها الجزء الأكبر منها هو عن غزة وما يجري فيها وقتل فيها وأهلها ومنهم هؤلاء ومن هؤلاء المقاومين ومن كل هؤلاء هل تعرفون نتجري أحداث أخرى في العالم نعم لكن لا يكاد يسمع بها أحد هل تعرفون مثلا أن الأوكران هاجموا القرم وهجومات شديدة وضروا بشكل كبير بالروس في القرم البعض القليل جدا ممكن يكون سمع بهم أو لم يسمع هل تعلمون أن مثلا جنالات السودان ما زالوا يدمرون السودان تدميرا هائلا الكثيرين نسوا هذه القضية هل تعلمون أن فاغنر وجيش مالي يذبح إخوانكم الأزواد ذبحا رهيبا وبدعم عصاباتنا أو عصابات البلاد التي تتحكم فيها هذه العصابات يذبحون المدنيين في شمال مالي وهي الأزواد بعبارة أدق الكثير لم يسمع أو لم يعد يسمع بذلك هل تعرفون التطورات آخر تطورات في النيجر وفي تشاد وفي كثير من الدول الأفريقية هل تعلمون زياد الصراع والحساسيات بين الصين وجيرانها هذه كل أخبار لم يعد يسمع بها إلا القليل والقليل جدا وتكاد تختفي لماذا؟ لأن هناك معركة شرسة تدور ليس المعركة العسكرية فهي جزء صغير إنما معركة المستضعفين والمجوعين والمحاصرين أمام الطغيان العالمي ورأس الرمح فيه هذا الكيان الصهيوني إذن لا تبتئسوا لا تقنطوا لا تحزنوا كثيرين يكتبون لي يقول لي أنك وكانني نسيت ما يجري في الجزائر أبدا فالجزائر في القلب وهذا واجب لنا كجزائري إنما ما يحدث لإخواننا هو واجب علينا أيضا خاصة أن نحن نرى أن القتل يتجاوز أحيانا سبعمائة قتير أكثرهم أطفال في اليوم الواحد أكثر جهات التي تراقل يقولون أنه يقتل طفل كل عشر دقائق في فلسطين في غزة كل عشر دقائق على الأقل يقتل طفل وأحيانا في بعض الليالي قتلوا طفلاني في العشر دقائق كمعدل لكننا بطاعة الحال مسؤوليتنا على بلادنا هي المسؤولية الأولى أكيد وسنعود لها وسنعود لها بتوسع وهذه السنوات وأنتم من يتابعني يعرف ذلك أربما ما أقوله الآن فقط وبعد ما أصر علي بعض إخواننا أن على هذه زيارة التافح تبون المزور إلى الجلفة أقول أنها زيارة فاشلة لأنهم لا يملكون أي شيء إنها زيارة فاشلة ككل زياراتهم إن الجلفة الذي يسكنها ولاية الجلفة الذي يتعدى عدد سكانها المليون ونص إذا أخذنا الولاية كاملة لم يستطيعوا جمع أكثر من ألف وخمسمائة شخص البعض قالوا أقل من ألف شخص دعنا نقول أنهم ألف وخمسمائة شخص أي أنهم جمعوا من كل ألف واحد يسكن في الجلفة استطاعوا أن يأتوا بواحد واحد فقط مع العلم أن الذين جاءوا بهم أكثرهم عناصر بوليس ومخابرات وجنود وإداريين وبعض الذباب المرتزقة هذن هم اللي جابوهم حتى اللي لبسوا القنار هذا لا تعتقدوا أن هذا جمن عنده هذا كل تمثيلية كل مثال وتمثيلية دعونا نقتصر عشر دقائق لهذا الموضوع ثم نعود إلى قضية القتل الرهيب الذي يتم ضد إخواننا ولكن في نفس الوقت الملحمة الكبرى التي يقودها المستضعفين ضد قوى الطغيان دعونا نخذ عشر دقائق البعض منكم شاهد كيف أن تبون مثلا جاءت تليفزيوناتهم وصورهم وبعد سنوات وهم يحضرون لهذه الخرجة هذه أول خرجة تقريبا يقوم بها تبون بزيارة ولاية حتى زيارة وهرا قبل سنة ونصف كانت عبث يعني كانت على جال ما سموه أنا ذاك لعاب البحر المتوسط إلى آخره لكن خلينا نشوف جزء من هذه الزيارة أو كيف ظهرت للناس أو كيف أظهروها ظهرت هذه الصورة وعملوا بها ضجة صورة تبون محن راسو وأحد الأشخاص اللي لبسينه شاشية لبسينه قنار لبسينه لباس تقريبا تقليدي تعالمنطقة وهذا اللباس كان كل تقليدي تعالكل جزائريين المناسبة يعني لباس لباس تقليدي تعالكل جزائريين في أيام الاستعمار أو الأغلبية العظمى من الجزائريين مش فقط منطقة الجلفة أو ما جاورها هذه الصورة ترون هذه الصورة هذه نفس الصورة كانت من قبل هنا للأسف المساعد لم يرسل لي الصورة صلي الفيديو كنت أفضل أن يبعث لي بالصورة لكن باختصار بسيط يعني ستظهر الصورة صورة هولند في الجزائر مع رجل يعني من هذا من هذا الصنف يعني من لبسه من لبسه وقنار من المساعد يعني عاود يبعث لي هذه الصورة اللي فيها هولند والقنار وأيضا أي شاشية وأيضا ديجول وشاشية لأن هذه الصور موجودين وكان واحد الوقت علقت عليهم كثير أنا قاصل لما هولند استخدم نفس 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 ديجول لكن لدينا فيديوات ممكن تشاهدوهم وهو هاهو لما جاء هولند للجزائر في 2014 هاو كيف استقبلها الورود من الفوق وجميل الناس واللي يشتحوا هاو لبسوش هم لبسينهم ملبسينهم القندورة واللحفاية باش تكون الصورة بروتوكولية وفيها كثير من الكرنفالية وفيها هيا في الأسفل وبيلو العواد العواد بالشاشية وبالبرود هنا هذه مع بوتفليقة هذه قبل هذه هذه كانت في ديسمبر 2012 لكنه وجهه مرة أخرى في 2014 لكن الزيارة الكبيرة الصحة كانت في 2012 في ديسمبر 2012 في هذه الزيارة بوتفليقة يسمح له وبعدها بأسابيع بثلاث أسابيع نعرف أن الطائرات الفرنسية بدأت تقصف في مالي مرورا على الأجواء الجزائرية لكن قبل هولاند بخمسين سنة تقريبا قبل زيارة هولاند بأكثر من خمسين سنة حوالي خمسة وخمسين سنة أو ربع وخمسين سنة كانت هذه الزيارة في ديقول أكثر من قبل والمرؤسة وهو أيضا عمر الجغيم بمركز تعطي وفي العاصمة ودائماً يخرجوا الجزائري ويلبسوا لباس تقليدي اللي هو تعالبرنوس واللحفاية والشاشية إلى آخر لأن هذاك لما تكون صورة مقابل السيفيليزي اللي بيان كرافاتي تباني بان الكنتراست يبان الجو هكذا تعالى الاستقبال وحرارة الاستقبال نفس الشيء أرادت الكمشة تافهة وهي تافهة جداً والتبون أن تظهروا في الجلفة طبعاً بمستوى منحط ورديء وفاشل جداً لكن أرادوا أيضاً أن يظهروا نفس الشيء أن أهل الجلفة المعرفين بهذا اللباس التقليدي طبعاً الناس لا ينبسوه دائماً ينبسوه مرات في مناسبات أو في عراس أو والناس في الغالب تلبس عادي يعني تلبس رويل بطويل كما يقولوا جابوا هذه الصورة بالليوة كأن الجلفة ترحب وتستقبل تبون لا شيء أهل الجلفة مثل أهل عنابة مثل أهل طمر راست مثل أهل البجاية مثل أهل مغنية مثل أهل المدية مثل أهل العاصمة مثل أهل تيزيوز ومثل أهل قسنطينة مثل أهل سعيدة مثل أهل كل أهلنا في كل ولاية لديهم نفس الموقف تقريباً ولو باختلافات بسيطة لكن أنهم يعرفون أنهم أمام نظام فاشل رديء أعوش زاد الفساد زاد الظلم زاد القهر زاد التخريب زاد التفقير زاد التعطيل في كل مكان بل أن أماكن في الجلفة يعني هي خارج تاريخ فلا يعقل أن أهل البلاد وهم يعيشون كل هذه الميزيريا يخرجوا فرحانين بتبون ولذلك لم يستطيعوا إخراج أعداد كبير جداً يعني الغريب في الأمر أنه كان بإمكانهم يخرجوا خمسين ألف مئة ألف ما قدروش مع أنه كان يقدروا يجيبوا شوية جنود وعلى شوية بوليسية على مرتزقة على ما قدروش أيضاً لأسباب أمنية خافوا أن يتسرب لهم كاش واحد ويخرجونهم شعارات تبونه مزور جابوه العسكر فأسباب متعددة جداً جعلت أن الزيارة فاشلة ثم قال لك واش راح يفتتح قطار سكة حديدية ما بين بوغ الزول والأغواط والجلفة وموجودة سكة حديدية ومنذ زمان والقطار يمشي تجري أنت تجري تفوته ومعروف وهذا قطار موجود من أيام الاستعمار السكة الحديدية في حد ذاتها من أيام الاستعمار كي يجاوا وجمعت الاستقلال حبسوها راحوا هما بدوكش ما يرتبوا فيها ويولي يمشي بطريقها أما الجلفة والأخوات راهم تخلفها اليوم مليون مرة أكتر مما كانت السبعينات والثمانينات ومن كل نواحي مثلها مثل باتنا مثلها مثل المسان مثلها مثل كل كل المدن الجزائرية لكن لماذا خيروا الجلفة؟ خيروا الجلفة لأنهم يريدون تقسيم الجزائريين كالعادة يريدون أن الجزائرين يقسمهم كما في فترة الزواف أيام القايد صالح وما قبلها وأيام جمال بن سماعين وجبار مهنة والفتنة الذي أراد أن يخوم بها يراد أن يقال أن منطقة الجلفة وما جوارها هذون هم أنصار النظام هذا ليس صحيح فيها مرتزقة فيها مثلها مثل العاصمة مثلها مثل المسان مثلها مثل البجاية مثلها مثل عنابة فيها الكادياس كما يسموهم القبائل يسموهم الكابيل السيرفيس القبائل أهل الأهل تزيوز وبجاية يسموا هذا العملاء اللي عندهم وهم أوصولهم قبائل يسموهم كادياس كابيل السيرفيس الجلفة أيضا فيها عرب السيرفيس وباتنا أيضا فيها الشاوي السيرفيس وغردايا أيضا فيها عربي ومزابي السيرفيس وهكذا هذو تاعة السيرفيس موجودين هذو المستعدين ما لو كانت قل له وقتل يمك وولادك يقدر يديرها باش يوصل للمناصب ويوصل لله يمر على جثمان أهليهم يعني ليس هناك زيادة ولا نقصان ولذلك بعض إخواننا كاين بعض الأحرار ربما غلطوا وأنا أدعوهم أن يراجعوا نفسهم وكاين طبعا بعض السفهاء وكأنهم يريدون أن يظهروا أن الجلفة هي تاعة بصبعinanderزرق وهي تعلها النظام هذا مثل يقول أن القبائل هو منطع الخمر وانطع على دروغ كاين قلة في القبائل خمرجية كما كاين قلة في الجلفة خمرجية كما كاين قلة في صنطينة خمرجية لكن في القبائل يركز لك على هذه القلة في الجلفة يركز لك على القلة التي تبانوك أنها كما يقولوا بصبعframesرق وهكذا هذا تلاعب مثل اللي يركزوا على منطقة الجنوب بشار وتمراصة وعين صالح وورقلة والمنيعة وتندوف يقول لك يا راهم هم اللي ينتخبوا هم اللي ينتخبوا هذون ينتخبوا كما تنتخب العاصمة ولا تنتخب قسنطينة ولا تنتخب وهران إنما لأن ما فيش تركيز وما فيش رقابة أكبر ويبعثونهم خمس كاميرا تتركز وعندهم عسكر كثيرين يجيبوهم يروحوا الانتخابات يبينون لك باللي هؤلاء ينتخبون لا ما ينتخبوش والأرقام مضخمة هناك واللي ينتخبوه هم نسب معروفة لا تتجاوز 5% مستفيدة أو جاهلة تماما وهذا موجود في كل الجزائر ما فيش في الجزائر منطقة خير من منطقة أو منطقة عميلة للعصابة أو منطقة بيش عميلة للعصابة فيش في كل مدن الجزائر وفي كل ولايات الجزائر هناك العملاء انتع النظام هناك الذباب هناك الكاذياز كما يسمون مخوتنا القبيل وهناك غالبيت شعب ليكره هذا النظام وجزء من هذا الشعب أحرار يواجهون هذه البروباغندا وهذا الخداع تبون فاشل ما عنده شون يروح أو بعد ربع سنوات باقي ربع وربعين يوم باش يدخل في العام الخامس يكمل ربع سنة ويدخل في العام الخامس من أي يوم وضعوه على رأس الدولة واش دار لا شيء لم يفعلوا شيء مع أن الأموال قاصة بعد الكورونا طهاطلت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا طهاطلت وامتلأت الخزائل لكنها تهرب وتنهب وتدعو ويذهب بها إلى مكان أخرى أهلنا في الجلفة كما في لغواط كما في وسارة كما في بحبح كما في مسعد كما في بسعادة كما في تبسة كما في المسيلة كما في كل هذه المنطقة وما جورها كل مشابه ومتشابه وكلهم يكرهون كما تكرهون أنتم جميعكم أكثريةكم تكرهون هذه العصابات التي أضعفت البلاد ولذلك أنصحكم إياكم أن تدخلوا في لعبة النظام اللي يحب يقسم الجزائريين وكأن هناك ولايات معه ولايات مش معه وكأن هناك جهات معه وجهات مش معه إياكم لأن هذه لعبة العصابات الإجرامية التي تتقنها هي تقسيم الجزائريين ديفيزي بور ريني كان هذا هو شعار الاستعمار دائما قسمهم بيش تقدر تتحكم فيهم إخواننا هناك يعانون كما يعاني كل إخواننا في كل بقعة في الجزائر اللهم إلا أصحاب المناطق الخضراء أصحاب المحميات موجود كثير منها أو موجود بعضها في العاصمة وبعضها في بعض الأماكن الأخرى هذوك مستفيدين من الأوضاع آه الجلفة مستفيد في أثل ثلاث ولا ربعلاف شخص بالتأكيد بالتأكيد زبانية النظام وعملاء ومرتزقة وذباب ما موجودين مثل ما أثل ثلاث ولا ربعلاف مستفيدين في المدية أو في سعيدة أو في بجايا أو في عنابة أو في غيرها نفس الشيء لكن الغالبية أنت الشعب في كل ولاية في كل مدينة تعاني المرارة تعاني التفقير تعاني قطع المياه تعاني قطع الكهرباء تعاني الطرقات البائسة تعاني المستشفيات الكارثية قارنوا بين مستشفيات غزة اللي هي محاصرة طول الوقت وقارنوا بين مستشفيات الجزائر قارنوا بين مستشفيات تتلقى القنابل تعالى الصهاينة في كل حين وبين مستشفيات تعالى البلد للمفروض رأى مستقل ولبس عليه قارنوا وشوفوا هاي على الأقل المستشفيات هاي تبانى في خضم هذه الكارثة الذي يقوم بها الصهاينة وداعميهم في القوى الغربية إذن إخواني إياكم وإياكم أن تدخلوا في لعبة العصابات والحقيقة والله ما يوم الريوم إلا وجيني رسائل وهي تتكاثر أن الناس يقولوا خلاص رأنا لم نعد نقدر حتى البعض قالوا لي من فضلك أرجعنا للملف الجزائري لأننا على الأقل كنا نتنفسه شوية لما نسمعوك ونسمعو أمثالك نتنفسه شوية أرى كين واحد يحضر أو كين واحد رفع صوته ضد هذه العصابات لأن المعاناة ستزيد ولا نقول لكم بصارح العبادة ستزداد المعاناة هذه عصابات تخاف ما تحشمش إذا الناس شافوهم سكتوا خافوا خنعوا ركعوا رح يزيد عليك يزيد عليك الغارامات ويزيد عليك الحقرة ويزيد عليك الطرد ويطردوا الناس من بيوتهم ويطردوا الناس من أعمالهم ويطردوا الناس من أحيانا يكسروا الأسر ويكسروا رح تزيد ليس رح تنقص لأن النظام رح يجيب من من الاحتياط منتاع المفسدين الأكبر والمفسدين رح يجيب يحطهم مسؤولين عليكم مسؤولين على البلاد فهؤلاء المفسدين يجوجوا باش ينهبوا باش يسرقوا باش يعطوا المناصب للقراب منهم باش يمارسوا الفساد العالم باش يكسروا الأسر باش يطيحوا ويطحنوا الأسر وأربام الأسر رح يزيدوا ليس رح يقلوا ما هو الحل المواجهة اللعنفية المقاومة اللعنفية الحراك لكن ليس حراك تعاز السواع أو السواع حراك يومي مستمر واش رح يديروا يعتقلون عشرة الألف لا يستطيعون يقتلون عشرة الألف لا يستطيعون واش رح يديروا لكن إذا كان يبقوا مخوفين الناس غير بالردع هي نفس الاستراتيجية التي كان يستخدمها الكائن الصهيوني كائن الصهيوني هذا بعد العملية التع 7 أكتوبر تضح أنه كائن عن كابوتي تضح أن بضعة آلاف من المقاومين هزوا أركانه وأذلوه إدلال كبير لكن حاول نظام السيسي عنده مليون عسكري مرعوب منه والسوري والعراقي والأردني والسعودي مرعوبين منهم إلى درجة أنه مصبحوا تابعين لهم فإحنا أيضاً اللي رح يظهر للناس أحياناً أنه يخوفوا كذلك رأهم كي بيت العنكبوت رأهم والله يوني ينطفض الشعب مرة واحدة وانطفاضة عارمة وأن يستولي فيها على الإدارات وعلى الطرقات وعلى الموانئ وعلى المطارات لا تجدهم في حالة أبشع من الفيران ومن الجنذان الهاربة لكن إذا الشعب مخداش هذا القرار وفضل أن يتم إذلاله باستمرار وبالتدرج وتخويفه بالدياريس الإرهابية وبالسجون وبالجدارمية رأي أغلبية الجدارمية لو كانت ينتفض الشعب الجدارمية الجمعة وأغلبية البوليسية لو كان ينتفض الشعب الجمعة والجيش الأغلبية العظمة ليس حتى الأغلبية الجمعة إذن إما أن تكون هناك انتفاضة عارمة وإما هذا الظل وهذا الإدلال وهذا التعطيل وهذا التجويع وهذا التعطيش وهذه الإهانة الناس ترى في الناس يقول لك بريطانيا هي اللي أنشأت الكائن الإسرائيلي هو بريطانيا هذه اللي أنشأت الكائن الإسرائيلي فيها شعوب فيها شعب يخرج بمئات الآلاف يتظاهر رغم أنف الحكومة ورغم أنف وزيرة الداخلية ورغم أنف رئيس الوزراء شفتوا المظاهرة تعسبت هذه كثير من الناس يقولوا تجاوز الـ 400 ألف في صورة من الصور كانوا فوق جسر والجسر هذا الطول أكثر من كيلومتر كانوا يبدون في منظر لماذا لا نرى مظاهر مثل هذه؟ لماذا لا نرى في الجزائر والعصابة تقول مع فلسطين ظالمة أو مظلومة لا نرى منظر كما الذي نظرناه أو رأيناه في إسطنبول أو في لندن أو في مادريد أو في برشلونة أو في روما أو في برلين أو في اندونيسيا أو في ماليزيا أو في باكستان أو حتى في الأردن لماذا؟ والمغرب تونس لماذا؟ لأنهم مخاضعين لأنهم كذبين لأنهم مجرمين لأنكم كانوا عندهم واحد في المياه صدق فيما يقولون يكونوا يجعلوا على الأقل الشعب يتظاهر لكنهم يخشون الشعب يعرفون أن هذه المظاهرات قد تنقلب عليهم المسجد الأعظم كما يسمونه خسروا عليه ثلاثة مليار دولار ما يزيد عن ستين ألف مليار سنتيم وتمنع فيه الجمعة لأنهم يخشون أن يجوا عشر آلاف عشرات الآلاف من المصلين يقلبوها لهم مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية التراويح ممنوعة يخشون أن يجوا آلاف من الناس يقلبوها لهم مظاهرة واحتجاج مرعوبين إذن هم مرعوبين من الشعب وللأسف كثير من خوطنا في الشعب خايفين منهم هم اللي خافوا مش هناللي نخافوا هم اللصوص هم الفاشلين هم الخوانة هم الفجار هم السراقين كليتوا البلادي السراقين هم اللي خافوا مش نحناء هم اللي عندهم الأملاك والفلات والسيارات والطائرات والشركات والسفريات هم لازم هم اللي خافوا ماذا تخشى أنت الذي لا تملك متر مربع وحتى إذا ملكت ميتين متر مربع أولادك أمامك لا يجي دون عمل ماذا تخشى أنت عندك ثلاث شهادات جامعية أو شهادتين وعندك عشر سنين وأنت الطالب فيهم بش يعطوك شغل وأحيانا شغل تعذل ماذا تخشى أنت اللي ما عندكش بيسيكلات وهما يمشوا بسيارات مليار ومليار ونص ماذا تخشى أنت اللي تحير في غداك وعشاك وهما يبعثروا الأكل والمال على اللي يسوه واللي ما يسواش وأحيانا يأكلوه هما في نهار ما تأكلوش أنت في عام من حيث القيمة انتعو واش يصرفوا على نفسهم واش تأكل كلابهم داخل فيلاتهم والله لا يساوي كثير مما تأكله الأسر ماذا تخسر أنت تخسرون ذلكم إذا انتفظتم تخسرون ذلكم وتخسرون ضعفكم وتخسرون فقركم ولعل الله يغير بعد ذلك شيئا لكن إذا فضلتم أو قبلتم الخضوع والركوع إذا قبلتم الخنوع والركون الأنبياء كانوا يجيهم الخبر السماء يقول لهم لست عليكم بوكيل لست عليكم بمسيطر ذكر ودورنا نحن من نقتبس من الأنبياء ومن العظماء الذين يواجهون الطغات والطغيان الفساد والمفسدين المستكبرين والمجرمين هو أن نذكر هو أن ننصح هو أن نقول عود إلى ما يجري في أرض فلسطين الحبيبة الذي يقتل فيها إخواننا بقتل بشع ولكنهم يقاومون يستمر القصف يستمر الذبح كل ما تقوم به كل ما يقوم به الجيش الصهيوني الجزء الأكبر حتى قبل أربعة أيام كان كل ما يقوم به هو القصف من الجو لحد الآن قصفوا غزة صغيرة بأكثر من 15 ألف طن 15 ألف طن بتصريحاتهم هم وربما تكون قد وصلت إلى 20 ألف إذا أخذنا الأيام الأخيرة هذه إلا أنهم في الأيام الثلاثة الماضية بدأوا يقومون بما يسمونه اختراقات دخول إلى بعض مواقع غزة رح نتحدث عليها لما نوصل إلى هذا الجزء لكن الكيان الصهيوني وداعميه ما زال رفضين أي وقف لإطلاق النار قبل ساعة فقط كان متحدث باسم البيت الأبيض يقول لن يكون هناك وقف لإطلاق النار سنترك إسرائيل تقوم بما يجب أن تقوم به يعني تقتل مزيد من الأطفال والنساء تجاوز عدل قتلى ثمانية ألف شهداء بابن الله منهم أكثر من ثلاثة ألاف وأربعمائة طفل وما يزيد عن ألفين امرأة أي أن أكثر من خمسة وستين بالمئة من القتلى من ضحايا هذه الهمجية البربرية هم أطفال ونساء وإذا زنانوا حوالي عشرة بالمئة هم من المسنين الذين تجاوزوا الخمسة وستين عام وعمارات تهوي على أهلها وهم نيام وأبراج تهوي على أهلها وهم قيام أو نيام وقصف للمستشفيات قصف 12 مستشفى بشكل أو بآخر كان أبشع واحد منهم هو قصف المستشفى المعمداني الذي راحت بعض الجهات الغربية تحاول أن تظهر أنه لم ليس الإسرائيل اللي قامت به مع أن الأدلة تتعظم وكل يوم جي جيها تقول لهم الذين قاموا به مع ذلك فإنهم قصفوا أيضا جوانب من المستشفى التركي قصفوا الطابق الثالث فيه وهو مليء بالمرضى وبالجرحة وبمرضى السرطان ومرضى الكلا وغيرهم وقصفوا في جوانب مستشفى الشفاء وما زالوا يفعلون وقصفوا المستشفى الاندونيسي وقصفوا المستشفيات الأخرى مستشفى القدس وما زالوا يفعلون مع أن هذا محرم دوليا تحرم قوانين الحرب المساس بهياكل بالهياكل التابع المدنيين المستشفيات المدارس المنازل والمباني المخابز والمتاجر الطرقات يحرم القانون قوانين الحرب تحرم المساس بها لكن إسرائيل جعلها الغرب فوق القانون فوق القانون الدولي بدأوا يتراجعون قليلا وبدأوا يذكرون أن إسرائيل يجب أن تلتزم بالقانون الدولي ولكنه كلام في الأسبوع عشرة أيام الأولى لم يكنوا يذكرون هذا إطلاقا ثم بعد أصبحوا يقولون هذا بنحي شوية اللوم إلا أن الأوضاع في كثير من الدول الغربية ليست جيدة قبل قليل فقط اضطرت الحكومة البريطانية إلى طرد أحد كبار الموظفين لأنه قال يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار فاعتبروا أنه خرج على التحفظ الذي يجب أن يكون عليه وعلى المسئولية الجماعية التي تسمى مسئولية الحكومية الجماعية أي أن الجميع يتبع القرارة الحكومة إذا كان موظفا لدى الحكومة قبل أيام كما تعرفون استقال أحد كبار المسئولين في الخارجية الأمريكية وكثيرين يستقلون في أماكن كثيرة جدا نسمع البعض منهم ولا نسمع الكثير منهم لأنهم وهم يرعون هذا الكيان يقتل طفل كل عشر دقائق ويقتل إنسان كل خمس دقائق في المعدل ويجرح أكثر من ذلك يقصف المراكز الطبية بما فيها المستشفيات أو في جوانبها يقصف سيارات الإسعاف يقصف عمال الإغاثة يقصف عمال المستشفيات وعمال الإسعاف يقطع الأنترنت قطعها لمدة يومين لو لا الضغوط الأمريكية بعد أن قال إيلون ماسك أنه سيعطي الأنترنت لبعض الجهات الأممية لكن الولايات المتحدة فرضوا على هذه الحكومة البشعة أن تعيد الاتصالات ولو جزئيا لأنهم يعرفون أن ذلك أيضا جريمة حرب ويعرفون أن جريم الحرب هذه فيما بعد سيسألون عنها وسيسأل عنها هذا الكيان وكبار عناصره وإذا كان ميش اليوم جي يوم وين يدفعون الثمن جي يوم وين تحكموا حكومات وين يحاصرهم الأحرار خاصة وأن هناك قناعة راسخة أن حكومة نينتونياو ستسقط وأن بعض الوزراء وهو شخصيا سيسجن حتى من طرف الكيان ذاته إذن يستمر هذا كله وكيان هناك تطورات لعل البعض منكم تابحا من بين هذه التطورات نبدأ ببعض أهمها ربما لن نستطيع نتحدث عنها كلها رح نتكلم على قضية الأسرة وقضية الدخول البري هذا كما أو الاختراق أو البري كما يسمونه والمعارك التي جرت في هذه الأيام الثلاثة خاصة أمس واليوم وأيضا على مواضيع أخرى ونقاط أخرى خاصة الخصومات المتصاعدة داخل الكيان الصهيوني والتغريدة التي كتبها نينتونياو وهاجم فيها بشدة كبار المسؤولين الأمنيين ثم تراجع عنها بعد أن هاجموه في كل مكان هناك في الكيان الصهيوني وأشياء أخرى دعونا نشوفوا بعض هذه النقاط إذن من بين أهم النقاط اللي كانت اليوم واللي يبدأ بها تقريبا اليوم آه ها هي آه برك باش نعود نرجع لكم نوري لكم باللي هذا الشخص اللي جايبينه عن تبون ومنبسينه القنار منبسينه الشاشية ها هو اش كان نفس الشي أمام ديقول جايبينه وحطين قدامه راكين صورة واحدة آخرى لكن هاي الصورة على الأقل هاي ثاني جايبينه الناس بالشاشية هاي أيام ديقول وهاه هولند وشوف الصورة لمن يريد أن يبحث عليها واحد بجنبه بالشاشية لأن هذه الشاشية كلها باش يقع عليها الاهتمام يعني ويقع عليها التصوير ويقع عليه يعني طبعا هما خبراء فاجمع تبون التافهين الفاشلين هذو اللي انتع فقط يكوبيوا وش يشوفوا هما ثاني داروها على نفس الطريقة نجيبوا واحد يدير القنار في الحقيقة قدمتم صورة على أنكم سلطة احتلال لأنه لما كانت تديرها فرنسا أيام ديقول وأيام جوفيرنور وأيام غيره أو حتى لما داروها لما جاء لما جاء هولند في 2012 فهذه فرنسا دايما تريد أن تنظر لنا بأنها أفضل منا وأنها يجبوا لها عناصرنا ولابسين الشاشي يتبركوا بالرؤساء الفرنسيين بسرح هذه تديرها سلطة احتلال هذه تديرها سلطة احتلال ما تديرها سلطة وطن سلطة وطن تتعامنع شعبها بكل أرياحية بكل ارتياح يمشي المسؤولين في وسطهم يتكلم معاهم إلى آخر يمشي ببروتوكولات بهذه الطريقة لأن ببروتوكولات بهذه الطريقة معناها ركن تحتلوا البلاد والحقيقة أن الجزار تحت احتلال يا أخي أو قالها باباهم قبل سنوات قال أن الجزار كانت تحت استعمار ثاني راهي ما زالت تحت استعمار ثاني لكنه متخلف أشد تخلف من الاستعمار الفرنسي أشد رداء أشد خيانة فرنسا كانوا يحتلون الجزائر من أجل عظمة فرنسا هما يحتلون الجزائر من أجل ماذا؟ من أجل ملء جيوبهم وملء ذاتهم وتهريب المال إلى الخارج وخدمة القوى الخارجية لكي يبقوا في السلطة مسيطري على هذه البلاد إذن كانت من بين كانت من بين أهم سوار وليبدا بها تقريب النهار هي هذا نمید نתניהו שלו אנחנו נמצאים בשבי בשבי החמאס 23 כמה 23 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 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27 25 27 29 نמצאים בשווי בתנאים לא תנאים אתה הורג אותנו אתה תהרוג, אתה רוצה להרוג את כולנו אתה רוצה למצה להרוג את כולנו לא מספיק תבכת בכולם לא מספיק אזרחים ישראלים נהרגו שחרר, שחרר אותנו עכשיו שחרר את האזרחים שלהם שחרר את העסירים שלהם שחרר אותנו שחרר את כולנו תן לנו, תן לנו לחזור למשפחות שלנו עכשיו עכשיו هذه كانت طبعا هذا من تصوير المقاومة وأخرجوا ثلاث نساء يتحدثنا وهنا أسيرات والهجوم كان هجوم من هذه الأسيرات على نتنياهو بشكل خاص وقالوا لأنك لا تهتم بأمرنا وأنك تريد أن تقتلنا وأنك لم تعد مهتم تماما بنا وأنما تريد ما هذه المعركة البرية بش تقتل خاطفين وإحنا معاهم إلى آخر كان مؤثر جدا إلى درجة أن كبار قادة الكيان الصهيوني وعلى رأسهم نتنياهو خرجوا قالوا هذه عملية نفسية مؤلمة قامت بها حركة حماس ضدنا وأنهم يريدون أن يحدثون لنا إرهاب نفسي وأنهم يريدون أن يقسموننا وخرجت الأبواق خرج الناس خرجت جهات متعددة طبعا كان هذا كان زلزال اليوم في الكيان الإسرائيلي لهذا الموضوع بالذات لأنه أصبح ذو حساسية كبيرة جدا لأن أهالي الأسراء أو المخطوفين يعتقدون أن الحكومة هذه ليس مهتمة بهم وليس مهتمة باللي هناك خاصة لما أصدرت المقاومة أن أكثر من خمسين من هؤلاء الأسراء قد تم قتلهم نتيجة للقصف لتعرضون الفلسطينيين ومعاهم الأسراء فأحدث ضجة كبيرة هذا وكان هذا الضجيج جاء عقب خروج المرأة قبل حوالي ستة أيام المرأة العجوز عمرها 85 سنة واللي قالت كلام بعد أن طلقتها المقاومة هي ومرأة أخرى معاها قالت كلام دمر البروباغندا أنت على الكائل الإسرائيلي لأن الكائل الإسرائيلي لماذا لا يريد الإتيان بهذا بهذا الأسراء لأنه يعرف علم اليقين أنهم تلقوا معاملة جيدة وأنهم إذا خرجوا سيصرحون بأننا كنا نتلقى معاملة جيدة كما تكلمت المرأة الكبيرة هذه التي تكلمت عليها في اللايبات السابقة كلامها كان كسر جزء كبير من البروباغندا الآن تخرج كثير من المعلومات تقول بأن الأغلبية الذين قتلوا من المدنيين الإسرائيليين يوم 7 أكتوبر لم يقم المقاومين بقتلهم إنما وكان واحد أمريكي صحفي أمريكي دعوني نوري لكم ربما مليح أنكم تشوفوه ورانا كنا نشرناه لكن للأسف لأن صفحة الفيسبوك الفيسبوك ضعفها تماما فما ظهرتش كثير للناس ولكن ممكن الناس ينقلوه وحطوه صح ما نقدرش نحطوه في اليوتيوب نتيجة الكوبيرايت لكن دعوني نعود نوري لكم جزء منها وش يقول هذا الصحفي وبالأدلة يعني مش كلام مش أي كلام يعني جايبها بكثير من الأدلة اشتركوا في القناة أمور ميم وانصح بمتابعته لأنه يجب بأشياء ممتازة وفي الغالب موثوقة إذن نقل على ماكس بلومونتل هذا اسمه ماكس بلومونتل وهذا ماكس بلومونتل ناشط على اليوتيوب وعلى تويتر خاصة وفي ست دقائق هذا البرنامج يديره حوالي ست دقائق ونص جايب بالأدلة وقال لك نقلا عن صحفة الإسرائيلية سأنقل عما كتبت صحفة الإسرائيلية ليأثبت لكم وبالفعل يثبت بالدقائق وبالتفصيل أن القتلى المدنيين الإسرائيليين كان قامت بهم قام بها الجيش الإسرائيلي ويجيب أول حاجة يوريلك الدمار يقول لك هذا الدمار هو اللي يظهراته القنوات وبعد يقول لك كيف يستطيع الفلسطينيين اللي كانوا حاملين رشاشات وفي أفضل حالات هاونات كيف يستطيعون أن يحدثوا دمار هائل إلى درجة أن الصحافة كتبت عليه باللي قالوا باللي أن هذا دمار مدرعات يعني مدرعات مرت من هنا وإحدثت هذا الدمار ليس قصفتها هاون أو قصفتها رصاص شكو اللي عنده المدرعات الجيش الإسرائيلي هو اللي عنده المدرعات ما همش أهل غزة سواء كانوا بالمناسبة رم كثيرين اللي دخلوا لهذه الكبوتات هما بشر هما شعب هما عاديين يعني مش حتى مقاومين يعني والدوم معهم أسرع ولذلك عدد من الأسرع موجود عند الناس يعني مفوجئوا من حجم الانهيار داخل الجيش ووجود مدنيين هكذا هايمين على نفسهم حتى بعض المدنيين غلطوا في الطريق مدني إسرائيلي غلطوا في الطريق بدلاً يذهبوا افتجاه إسرائيل داخلوا افتجاه غزة كي كانوا هاربين يعني في حالة الرعب والخوف لكن المهم هذا الصحفي يشرح ويجيب الأدلة ويجيب ما كتبته الصحفة الإسرائيلية وما نقلوا على الشهود وما نقلوا على بعض الجنود ويوصل في النتيجة إلى أن أكثر الذين قتلوا من المدنيين كان تم قتلهم من طرف الجيش الإسرائيلي ومرات لم يكن بالخطأ أو لأنهم لا يريدون أن الخاطفين يهربون لا مرات كان يتخذ القرار يقولوا لهم خاطفين ونخشان على رواحنا الجنود لقيادتهم يقولوا دمر كل شيء فيها مخطفين دمر معهم خاطفين ومخطفين دمر ما فيش رنام في حرب هذه ولذلك ستظهر الأشياء هذه كثيرة جدا بمجرد أن تضع الحرب أو زارها كيف ما انتهت ستتكشف حقائق تزيد الناس تشيب منها وهو أن جزء كبير من الجرائم التي حدثت حتى الإسرائيليين أقدم عليه جنش إسرائيلي بعد ما كان ما بين الرعب والخوف والجبن حدثت لهم عدة أشياء في نفس الوقت وسوء التصرف لأنها جاتهم مفاجأة صادمة كيف توقعوها يعني إذن خرجوا هذا النساء باش قالوا أنه أنه وبالفعل يعني كل الصحافة الإسرائيلية والناقدين نيتنياهو ومن معه قلوا باللي رأي مش مهتمين بالأسرة وأن هدفهم هو الهدف هو تدمير حماس الأسرة ما يهمهمش لكن تدمير حماس كما تقول كما يقول كيال إسرائيلي وقادته يتعارض مع تحرير الأسرة لأن التدمير سيؤدي إذا فرضنا أنه يتحقق إلى قتل الخاطفين والمخطفين إلى قتل المقاومين والمأسورين ولذلك أهالي المخطفين بدأوا في حالة غضب هاو الغضب انتاحهم يتعاظم ويتزايد كانت هناك مظاهرات وتتزايد المظاهرات في الحقيقة في الكيل الإسرائيلي ضد نتنياهو وعموما ضد الحكومة الإسرائيلية خاصة حول هذه القضية منع المساعدة أن يرسل لمرة أخرى مظاهرات لفيتا الأبيب هناك كثير من الفيديوهات الآن مظاهرات لفيتا الأبيب حتى نستطيع نورها للمشاهدين آه هنا هذه أمام بيت نتنياهو أمام منزل نتنياهو ويطالبونه باستيقالته كيف ردت الحكومة الإسرائيلية أو كبار رؤوسها كبار رؤوس مجلس الحرب سواء نتنياهو وغيره قالوا إن حماس تريد أن تتلعب المجتمع الإسرائيلي إنها تخوض ضدنا حرب إرهابية نفسية وقالوا لهم يجب أن لا تستمعوا لهم خرج وزير دفاع أيضا يقول يجب أن لا تستمعوا لما تقول حماس نحن متألمين للأسرة وسنعيدهم ولكننا يجب أن نقوم بالحرب بالبرية أو بالمناورة البرية كما يسمونها خرج أيضا المتحدث باسم الجيش قبل حوالي ساعة ونص قال إنها كانت صور مؤلمة جدا حطمت قلوبنا وأفطرت قلوبنا ولكن تأكدوا من أننا سنعمل كل شي باش نجيبهم إلى آخره وتفقدت طبعا الآن يجب أن يوجد بروباقاندا فقالوا بعد ساعات من خروج هذا الموضوع ولأنه شغل الرأي العام العالمي عموما والغربي اللي متعاطف معهم خاصة أو الإعلام الغربي وخاصة داخل إسرائيل فالإسرائيليين خرجوا بعدها هذا المساء قالوا بأنهم استطاعوا تحرير مجندة اسمها مليح المجندة مجندة من أيدي الإرهابيين الفلسطينيين وأنها بخير وأن اسمها كذا وأنها في اتصال مع أهلها إلى آخره والآن رهي بصحة جيدة ولكنها موجودة في المستشفى بصحة جيدة ولكنها موجودة في المستشفى المهم لماذا أخرجوا هذا الخبر أخرجوا هذا الخبر بشي كسروا قليلا من الخبر اللي خرج الصباح واللي أصبح هو الحديث الجميع عندما خرج النساء الثلاثة هذون وبدأوا يتكلم خاصة واحدة منهم وتقول يجب تحريرنا أطلقوا صراح الفلسطينيين اللي رأم عندكم مسجونين بش يطلقونا إنكم تريدون أن تقتلون نا إلى آخره فالكيان الإسرائيلي اضطر إذن إلى هذا الحديث على قضية أنه حرر مجندا هل هذا الحديث صحيح في اعتقادي المرجح لا يقدر يجيب واحدة مجندة وتخرج وتدير لهم دحدوح كما عندنا نحن لم يكن مشكل مجندين عندهم مسؤولة أو ضابطة مخابرات أو حتى جندية في المخابرات يقولون لها واذا تقولون لها واذا تقولون لها كنت عندهم إلى آخر ممكن وممكن لا ممكن بالفعل تم تحريرها إذن عندنا حالتين سواء كان تم تحريرها بحق وأن هذا ليس كذب فقط للرد على البروباغندا عن المقاومة أو أنها بروباغندا يراد مواجهة بها المقاومة فإن هذا لن يخدم كثيرا الحكومة الإسرائيلية لماذا؟ لأن يقولون لهم إذن إذا بقيتها كل يوم بعد 24 يوم باش حررت واحدة هذا وقت طويل جدا وأنتم تقومون بالقصف وفي القصف سمعنا أن 50 منهم ماتوا إذا استمر القصف انتعكم باش يتحرروا الثاني أو الثالث ربما تكونوا قتلتوا 50 أو 100 آخرين يعني ستقتلونهم في نهاية المقاف الأمر الآخر ما الذي يضمن هذه المرة استطعتهم تحرير هوايدة بصحة جيدة ما الذي يضمن أن المرات القادمة عندما تقومون بالهجوم أين يوجد أسيرة وأسيرة أنه لن يقتل أو لن تقتل وأسئلة كثيرة تطرح منطقيا ولذلك لن يخدم هذا الموضوع لن يخدم كثيرا الكيال الإسرائيلي بل بالعكس يزيد عليه الضغط في قضية إطلاق صراح لا صراح وزير الدفاع إسرائيلي كيف رد على هذا الموضوع أو ماذا وعد لأنه هو لليوم تكلم كثير هو وزير الدفاع بشكل أساسي هو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذا الموضوع هذا الموضوع قبل ما نروحوا للمتحدة نعم ها هنا وزير الدفاع ماذا قال وزير الدفاع وزير الدفاع يقول واسمه يوارف جالانت سنحقق هذه هدف العملية البرية في غزة بإعادة المخطوفين وتفكيك قدرات حماس أمام إرهابي حماس الموت أو الاستسلام فقط وليس هناك خيار ثالث نواصل الرد على كل تهديد يستهدفنا من الشمال ومن سيجرنا إلى الحرب سيدفع ثمنا كبيرا نحن في حالة الدفاع على الجبهة لبنان الحرب لن تكون قصيرة الأمد لكننا مصممون على الانتصار فيها لأنها تشن على الوطن الأوليوية هي لكيفية الانتصار في الحرب واسترجاع كل الرهائل هناك كثير من المخطوفين لدى حماس هذه هي المرات الأولى هذا الربع أيام الأخيرة اللي بدأوا تكلموا على المخطوفين من قبل كان بالنسبة إليهم قضية المخطوفين هي آخر شي يجبدوه ولا ما يجبدوه أساسا لكن نتيجة لضغطات الرأي العام وهناك رأي عام غاضب بشدة وخاصة الأهالي ونتيجة لتحرير المقاومة لمرأتين قبل حوالي عشرة أيام ثم لمرأتين أخريتين قبل حوالي ستة أيام وهذا الذي خرجوا اليوم أيضا هذه كلها عمليات ضغط نفسي والحرب التي تجري هي حرب ساخنة ولكنها أيضا حرب نفسية وحرب إعلامية وحرب إلكترونية وحرب اقتصادية يعني الحرب بكل معانيها وبأوسع معانيها وهكذا هي دائما الحروب لذلك الحروب لا هي قضية كما يعتقد شنغريحة ومن المعاهة أن يجب دبابات ويجبها ها هو أقوى خمس يعني أقوى هم يقولون أقوى خمس جيش في العالم يا سيدي ماوش خمس عاشر جيش في العالم عنده آخر تكنولوجيا الغربية آخر تكنولوجيا الغربية عنده هذه الدبابة المركابة هذه تسوى أكثر من مئتين مليون دولار لآخر التحسينات انتاحة يعني اللي هي من أقوى الدبابات بعضهم أقل قيمة وبعضهم أغلى نتيجة لما فيها من تكنولوجيا إلى آخره ويتم استهدافها الآن بشكل بالكورنيت بسواريخ مصنوعة محليا أو بالهون سواريخ صغيرة إذن الحرب رأي أشياء كثيرة جدا طابل كل شيء في الحرب ما هو أهم شيء في الحرب هو العقيدة القتالية لماذا لماذا المقاومين في غزة برغم آلاف الأطنان التي سقطت عليهم وعلى أسرهم وعلى أهليهم مقتل بعض قياداتهم أبنائهم نساءهم لماذا يستمرون كان مفروض يستسلموا والأنظمة العربية رح تقولهم استسلموا يبثونهم في الإشارات ولم تستطيعوا وهذه إسرائيل ومعها أمريكا إلى آخره لكن لأن لديهم بعقيدة قتالية تقول نحن ننتصر أو نموت لأن هذه الأرض أرضنا ويجب تحريرها فهذه الفرق بينها وبين هذا الجندي اللي يجي غازي هو يعرف أن هذه الأرض ليست أرضه وهنا شعب آخر بغض النظر على وش داروا لك وش ما داروا لك أنت الذي تحتلهم في الأصل أو كما قال الأمين العام للأمم المتحدة الأمور لم تبدأ يوم 7 أكتوبر أو رد فعل حماس لم يأتي من فراغ يوم 7 أكتوبر بمعنى أنه كان هناك ظلمات مظالم ليس لا حدود قبل ذلك وتمتد لـ 75 عام إذن العقيدة القتالية لأي جهة مقاتلة سواء كانت جيش نظامي سواء كانت قوة قوة محتلة يعني أنت تقاتل ضد الاحتلال سواء كانت أي كانت العقيدة القتالية أساسية في أي حرب ثم تجي القضايا الأخرى وهي التخطيط العسكري الأليات العسكرية السلاح الحرب النفسية الحرب الإعلامية وأشياء أخرى كثيرة جيش الإسرائيلي ليس له عقيدة للقتال من أجلها خاصة في غزة هم يعرفون أنهم غزات وحتى لو قالوا أن 80% من فلسطين لهم يعرفون أن غزة ليست لهم وأنه يسكنها وهي المكان الصغير جدا يسكنها أكثر من 2 مليون و400 ألف ساكن ويعرفون أشياء أخرى كثيرة جدا إذن هذا موضوع الأسرة رأوا سير عليه كثير في الخلف كان شغل آخر تقوم به قطر مع الولايات المتحدة ومع قادة المقاومة سواء الموجودين في الدوحة أو موجودين في أماكن أخرى ومع الكيان الإسرائيلي قطر رأيكين أربع جهات الآن تتفاوض حول موضوع الأسرة المقاومة اللي عندها الأسرة كيان الإسرائيلي اللي هو صاحب هؤلاء الأسرة والولايات المتحدة اللي هي الداعم والراعي الرئيسي لهذا الكيان وهي اللي رأي تشجع فيه وتخطط له وتساعده بكل شيء وقطر اللي متعاطفة مع المقاومة أكيد تقدم خدمات إعلامية للحقيقة أساسا ولكن أيضا تساعد المقاومة في حدود معينة ولكن عندها حد معينة تتجاوز وهو طبعا هذا الحد مرسوم أمريكيا أيضا الحديث ما بين المقاومة وإسرائيل ليس مباشر إنما يمر عبر أمريكا وعبر قطر قطر أيضا تحتاج أحيانا الاتصالات مع جهات معينة خاصة إيران وإلى حد ما تركيا في هذا الموضوع لأن إيران هي من أكثر حلفاء المقاومة وتركيا إلى حد ما أيضا عندها تحالف بشكل أو بآخر وعندها على الأقل دفاع ولو بالكلام ولو بالدعم المادي أو الدعم الإعلامي أو الخطابي كما قام أردوغان الأول أمس للمقاومة وبالمناسبة هذا نفتح قوص صغير الكيان الإسرائيلي رد عليه مباشرة قاموا بقصف المستشفى التركي طبق الثالث دمروه كما كان تماما والجوان بنته وكانوا رد مباشر على ما قاله أردوغان أول أمس أمس وأول أمس أعتقد أول أمس هذا الموضوع تعل الأسرة ما هو مطروح من جهة المقاومة ما هو كما قال ناطق باسمهم ما قدش نذكر اسمه للأسف لأنه ممكن يقطعوننا اللايف بهذه العبارة باش نقولها لكم يعني الناتق باسم المقاومة قال الجميع مقابل جميع هذه العبارة في حد ذاتها أحدثت قلق رهيب دخل الكيان الإسرائيلي لأنه جاء رأي عام ربما نصف الرأي العام الإسرائيلي يقول نعم لم لا لدينا آلاف من أسراهم أكثر من ستة آلاف هذا معروف منهم وألاف آخرين معتقلين مؤقتا تلقوهم ويجيبون أسرنا أنتم أموال فيهم تلقوا ألف أسير مقابل شخص واحد في عملية شاليت مثلا أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل شاليت هذا الجندي الإسرائيلي وجثة جندي آخر قالوا اليوم احنا لدينا أكثر من 200 حوالي 239 بالضبط من الأسرة الإسرائيلي أي أن لو نجون عملوا نسبة هذه المرة سيكون ربما إسرائيلي مقابل كل 50 فلسطين أو أقل حتى 250 مقابل 6,000 25 تقريبا 240 مقابل 6,000 إلا درناهم 9,000 في حدود 35 إذن فيه هذا موضوع إذن رهي يمشي المقاومة حسب التسريبات حتى من جهة الصحافة الإسرائيلية يقولون أنهم يمضوا في المبادلة لكن ستمر على 15 يوم وفي ذلك 15 يوم يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار يجب أن يتوقف القصر من حقهم طبعا هذا ما رفضته إسرائيل والولايات المتحدة لحد الآن ويتم النقاش حول هذه النقطة ربما تقليلها إلى يومين أو ثلاثة لا أستبعد أنهم سيصلون في النهاية إلى عملية التبادل الأسرع خاصة إذا ثبت أن هذه التواغولات هذه الحرب البرية المحدودة لا تأتي بنتائج بل بالعكس راح نشوفها الآن فيها قتلى للإسرائيليين وجرحة وتدمير لدباباتهم إلى آخره إذا ثبت أن هذا لن يأتي بنتيجة وأمريكا قالوا لهم ما دروش حرب شاملة لأن الحرب الشاملة ستدفعون فيها آلاف الجنود وستقتلون عشرات آلاف من المدنيين فينفجر عليكم العالم ولذلك إسرائيل راح تطبق ورح يبدأ تطبق فيها منذ ثلاثة أيام اللي هي الاختراقات المحدودة أو التواغل المحدود ثم الاحتفاظ بقليل من الأرض أو حتى الخروج منها وهذا اللي حدث اليوم قناعتي أنه محتمل جدا أن يتم تبادل الأسرع يعني السيناريو الأول أن يتم تبادل الجميع بالجميع ولكن بدل من 15 يوم كما تطلب هالمقاومة ربما سيصلنا إلى ثلاثة أيام في خلال ثلاثة أيام إلى خمسة أيام يتتوقف الحرب مؤقتا وفي ذلك الوقت يتم إطلاق صراح الفلسطينيين وفق ضمنات يجب أن يحصلوا عليها من عدة دول بما فيهم الراعي الأول للكيان الولايات المتحدة بأن لا يعاد اعتقالهم لأنه المعتقلين أكتريتهم من ضفة الغربية إذن يمكن اعتقالهم مرة أخرى وبالمناسبة منذ أن بدأ هذا 7 أكتوبر راكين أكثر من 1600 معتقل من ضفة الغربية ستكون هناك مجموعة شروط ربما بيدخل الوقود أيضا بيدخل مزيد من الغذاء اليوم هم قالوا بأن سيرفعون الشاحنات إلى مئة شاحنة حتى برفعها إلى مئة شاحنة يوميا هذا لن يكون إلا حوالي 20% من الاحتياجات العادية لأهل غزة إذن هذا موضوع سيتفاعل وسيضغط بقوة على الكيان الإسرائيلي فلسطينيين متعودين يكون عندهم آلاف الأسرع وبعضهم مرة عندهم 30 سنة في الأسر بينما هؤلاء القوم لم يكنوا متعودين وكان لما يصر لهم شخص أو اثنين تكون هناك دائما قلق وانزعاج ومظاهرات فما بالك وجود أكثر من 239 حسب تعبيراتهم هما النقطة الثانية في الموضوع هذا أضيتم على السريع باش من نسهمش نقطة نقطة ثانية هي عملية التوغلات عملية التوغلات أو هذه المناورة البرية كما يشاهدونها دون أن ندخل في تفاصيلها يعني ربما تبعتها في كثير من التلفزيونات الخطة اللي رغم تبعينها الآن واتضحت صورتها هو أنه يكون توغل بعشرات الدبابات معهم مئات الجنود ربما أحيانا يكونوا أكثر من 2000 ثلاثة ثلاثة ألاف جندي خمسة ألاف جندي يدخلون لمنطق اليوم دخلوا للمنطقة الشمالية الغربية ودخلوا لمنطقة وسط غزة المنطقة الشمالية الغربية هي في أقصى نقطة في الخريطة في الشمال غزة في اتجاه ما يسمى بإسرائيل كان التوغل تا حدود شديدة وشديدة جدا المقاومة قالت أنها قتلت وجرحت عدد من الجنود الآن إسرائيل لا تعلن تقريبا إلا على الشيء القليل جدا بعض المراقبون يقولوا رهي تعلن على واحد من كل عشرة عندما يقتل لها عشرة تعلن على واحد عندما يجرح لها خمسين تعلن على خمسة لأن هذا مهم في الحروب حيث لأنه كان المجتمع الإسرائيلي وحتى العالم الخارجي يرى أن القتل الإسرائيليين من الجنود يتعظم فيقولون المراقبون للمطحنة فتكون هناك ضغوطات أكثر لكي لا يذهبوا للعملية البرية وهما بالنسبة لهم العملية البرية ضرورية جدا لأنهم ارتكبوا خطأ فادح والخطأ الفادح هذا اللي ارتكبوه ارتكبوه تحت الغضب وحالة الانتقام قالوا سنقضي على حماس نهائيا طبعا يقولوا حماس معها كل المجموعات المقاومة الأخرى لكنهم مركزين على حماس ليسوا حابين يشتوا العبارات لكي يقول لك حماس حماس هي داعش نقضي على حماس حماس هي الشيطان حماس هي الضرام حماس هي البربرية مركزين يعني ولذلك ليسوا يعلنوا على ما يحدث لهم لكن المقاومة اليوم قالت أنها تصدت بقوة أنها قصفت عدة دبابات أنها حرقت أكثر من دبابة وبالتالي تكون قتلت وجرحت العشرات لا أحد يعرف بالضبط لكن تقديراتهم هذا هو المتوقع أنه سيستمر لكن إلى أي وقت هذا يتبقى على قضية الصمود والمقاومة لإيراحين يظهروه المقاومين كلما سمدوا كلما أثخنوا فيهم كلما قتلوا منهم كلما كان الدخول انتاحهم أسعب والعكس صحيح طبعا أنا أحاول أن أنظر بالنسبة للجيش الإسرائيلي أيضا هذا الجيش الاحتلال كلما اعتقد أن دخل بسهولة وخرج بسهولة وأن لم يجد أي مقاومة كلما دخل أكثر لكن لحد الآن راهو يدخل في مناطق تسمى مناطق رخوة وهي المناطق الذي إما تم تدميرها تماما في أشمدنيين أو هي أصلا كانت مناطق زراعية لم تكن فيها مباني قبل هذه الأحداث في الغالب هذه التوغلات ستتم في الليل ولماذا يقوم هذا الجيش الكيان بالتوغل في الليل لأنه هو عنده أفضلية أفضلية أكثر لأنه عنده الرؤية الليلية كما تسمى إلى آخره بينما المقاومين في الغالب أسلحتهم محدودة جدا وما عندهم رؤية الليلية إلى آخره يعني في فرق ما بين واحد يمتلك آخر تكنولوجيا العالم واحد يمتلك تكنولوجيا محدودة جدا ولكنه يمتلك عقيدة قتلية شرسة وشرسة جدا حتى كما عبروا عنها الجيش الإسرائيلي نفسه النقطة الثالثة في حديثي أيضا اليوم هو الخصومات الاتهامات والخصومات التهامات والخصومات تتوسع لكن أخطرها كان أمس عندما أقدم نتنياهو أفعل أخطرها كان أمس عندما أقدم نتنياهو على نشر تغريدة هاجم فيها قاية شبك الأمن الداخلي المخابرات الداخلية والمخابرات العسكرية وبالأسم قال هم اللي فشلوا وهم اللي عجزوا وهم المسؤولين على ما حدث في 7 أكتوبر إلى آخرها خلت تغريدة لأكثر من ساعة قامت القيامة في إسرائيل ولم تقعد مشارع الوحدة التعليل قامت القيامة هناك ولم تقعد هاجموه من كل ناحية إلى درجة إلى درجة خليني نشوف فيكم مقطع مما قالته جريدة واحدة من جرائدهم تقول في هذا المقطع طبعا هاجموا وزير دفاع وقالوا عليك أن تسحبها وزير دفاع السابق وزير دفاع الراهن قائد الأركان كلهم قالوا له عليك أن تسحب هذه التغريدة وقدماء الجنرالات قدماء الوزراء كبار المفكرين كبار الكتاب كلهم فسحبها لكن الأثر خلاص جاء تقول هارتس وهي واحدة من أكبر جرائدهم يتهم الأمن اليوم ويعتذر غدا ويل لدولة يقودها نتنياه أسقط نتنياهو فورا يستوجب البوست الذي رفعه رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أول أمس في الواحدة أول أمس عفوا مش أمس في الواحدة بعد منتصف الليل إلى الشباكات الاجتماعية واتهم فيها في ذروة الحرب قادة جهاز الأمن بقصور 7 أكتوبر يستوجب إبعاده الفوري عن دفة الحكم بعد هذا البوست ومع أنه شطبه في صباح الغد واعتذر فإن على كل مواطن في إسرائيل وعلى رئيس الدولة والنواب وأعضاء الحكومة وقادة أجهزة الأمن التنبه بأن استمرار ولاية نتنياهو رئيسا للوزراء في هذه الساعة المصيرية هو بمثابة مراهنة على مستقبل إسرائيل كل جرائم نتنياهو السياسية التي لا يمكن وصفها تتقزم في ضوء عمل سائب اتخذه ضد قادة جهاز الأمن في وقت الحرب لم يعطى لم يعطى في أي وضع وفي أي مرحلة اختار لرئيس الوزراء نتيجة لنتنياهو عن نية الحرب من جانب حماس يعني نتنياهو كتب أنه لم يعطى أي تحذير في أي مرحلة أي اختار لا من طرف من طرف الأجهزة الأمنية آخر ضيوف الستيديو في القناة 14 وعندها أطلق سهام السامة نحو الأهداف التي حددها كل محافل الأمن بما فيهم رؤساء أمان والشاباك قدروا بأن حماس مردوع مرة أخرى نقلو هنا على نيتنياه وتتجه نحو التسوية هذا هو التقدير الذي عرض على رئيس الوزراء وعلى الكابينيت من محافل الأمن وأسرة الاستخبارات كلها بما في ذلك حتى نشوب الحرب تضيف الصحيفة لا أهمية الاعتذار فمصدره ليس في الندم ولا حتى في التوبيخ من جانب غانيتس الذي يستعد للتضحية بحياته السياسية في سبيل إنقاذ إسرائيل من أيدي أكثر زعمائها تسيبا على أجيالها غانيتس هذا هو وزير الدفاع السامق وكان أيض رئيس وزراء لقد اعتذر نتنياهو لأن الرسالة وصلت والمهمة نفذت وحشوا آلة السم انتهى بنجاح الأبواق فهمت جيدا من ينبغي ومن ينبغي تصفيته جماهيريا والاعتذر والاعتذار والاعتذار ومواصلة الكذب عن إسناد كامل لكل قادة أدرع الأمن فماذا يعرف نتنياهو عن الإسناد وماذا يساوي الاعتذار على لسان رجل متهكم عظيم الضمير يعني نرجسي تقصدنا والبوصلة مثله الويل لدولة يقودها شخص كهذا في اللحظة الأصعب في تاريخها الويل للجنود والمواطنين الذين يأتمنون حياتهم في أيديه أو يضعون حياتهم في أيديه لما كان لا يمكن التوقع من شخص مثله أن يفعل الأمر الصواب ويستقيل وهي فكرة غريبة عليه تماما أو يتحمل مسؤولية وهو مفهوم يغيب عنه عن معناه فهمه فإن على رفاقه في الحزب والإئتلاف أن يفعل هذا بدل منه أن يطردوه لا حاجة لشرح حجم الساعة لهم وما الموجود على كافة الميزان يجب إسقاط نتنياهو من الحكم فورا في تصويت عدم ثقة هذا المقال لم يكتبه صحفي كاتبته كل أسرة التحرير موقع بأسرة التحرير هارتس يوم 3010 وكما ترون ذكروا حوالي عشرة أسماء يطالبونهم هذون هما كبار القادة اليوم في الكيان الصهيوني يطالبونهم بإسقاط نتنياهو حالا لأنه أصبح خطر حقيقي على الدولة وعلى المجتمع وعلى الجيش وعلى الجنود كما يقولون هذا وضع غير مسبوق في الكيان الإسرائيلي لم يسبق في حياة هذا الكيان الإسرائيلي أن كان في حالة حرب وتخرج واحدة من أكبر الجرائد وكثيرين أيضا مش هذه هارتس هذه واحدة منهم فقط كثيرين من الجرائد وكثيرين السياسيين والمفكرين تاحهم والكتاب يطالبون بالإيطاحة بنتنياهو يتهمونه بالنرجسية بجنون العظمة بعدم تحمل المسؤوليات بالجهل في إدارة الشأن العام بالجهل في إدارة الحرب وتهم بالفساد بمحاولة التلاعب بمصير الدولة عن طريق ما يسمى بالإسلحات القضائية وغيرها هذا غير مسبوق في الكيان الإسرائيلي كانت عندما تحدث عندهم حرب حتى الحروب الصغيرة اللي كانوا ما يسموهاش حرب يسموه عملية عسكرية على قول بوتين كانوا يكونوا وكأنهم رجل واحد شخص واحد لا يختلفون إننا في حرب مع الآخر خلونا نكملوا الحرب بعد أن نتفهموا بيناتنا هذه المرأة هذه المرة يختلف الأمر لأنهم يعتقدون أن استمرار نتنياهو هو مدمر لمجهود الحرب يضعف الحرب جابوا بعض في قنواتهم جابوا بعض وحتى في بعض الفيديوات اللايبات انتع جنود وضباط إسرائيليين كانوا يسبوا فيه بكلمات بذيئة يقولون نحن قبل ساعة كنا نقاتل الإرهابيين في غزة وأنت تضعف معنوياتنا وأنت تشتم قادتنا هذا إضعاف لنا وإضعاف لدولة إسرائيل هذا الموضوع رح يكبر بالرغم من أنه قبل ما يكتب هذه التغريدة قبلها بثلاث ساعات ولا أربع ساعات كانوا مجتمعين وليتابوا معي اللايب يومها تعالوا البرح يعرفون أني تكلمت عليه كانوا مجتمعين ولابسين لباس أسود كلهم ويتحدثون على أساس أنهم يقودون الحرب جماعيا وقلتنا في تلك اللحظة أنهم تحصبهم جميعا وقلوبهم شتى كما تقول الآية القرآنية الكريمة لأن من الخلف كان خصومة كبيرة جدا سواء ما بين غالنت أو غالت هما الاثنين مع نتنياهو ولكن حتى بيناتهم بيناتهم خلافات ولكن الحكومة كلها منقسمة مجلس الحرب في خصومات الصهيونية الدينية مع الصهيونية العلمانية خصومات لا حدود لها إضافة إلى ضغوطات من أهالي المخطوفي إذن الموضوع عندهم يكبر ويكبر إلى درجة أن تخرج جرائد مثل هذه وجرائد كبيرة جدا أن تطالب بإسقاطه والبعض يطالبون بإسقاطه ومحاكمته فورا بما فيها بتهمة الخيانة العظمى لأنه يحبط المعنويات في زمن الحرب هذا في حد ذاته يعطينا مؤشر لمجموعة شيئات أول شيء أنهم يأخذون حرب لأول مرة وهم منقسمين جدا ثاني شيء أنهم يأخذون حرب وهم يعتقدون أن وزير الأول اللي هو المسؤول الأول على كل شيء لأنهم الرئيس عندهم بروتوكول فقط دوره بروتوكولي فاشل وجاهل ولا يعرف كيف يدور الأمور وكل ما يهمه هو شخصه ذاته مرجسية عالية جدا أنه بالرغم من هذا الدعم الغربي غير المسبوق واللي في العشرة أيام الأولى ما كانوا يقولون له حتى عليك أن تحترم القانون الدولي الآن تغير الموضوع في هذا الوضع وأمريكا تضع 14 مليار دولار تحت تصرف وإرسال آلاف الأطنان من الآليات والأسلحة بما فيها القبة الحديدية لأن القبة الحديدية في الحقيقة هي أمريكية الإسرائيليين يشاركين فيها بشكل أقل بالمناسبة من الخيانات العظمى أن كل هذا السلاح يمر عن طريق الأردن من أجواء الأردن والبعض يقولون من قاعدة داخل الأردن أيضا سليل الخيانة هذا سليل الخيانة هذا من أجداد اللولين سيكمل هذا الطريق هذا ملك الأردن وستتكشف كثير من الحقائب وعلى ذكر الحقائب خلينا نسمعوا وش قال أحد المقاومين وهي تقريبا تأتي أيضا كنقطة تأتي لما قاله نتنياهو قال أول أمس قال إن هزمتنا إذا ما هزمت إسرائيل فإن أصدقائنا في العالم العربي وفي العالم سيهزمون وقال أن كثير من أصدقاء في العالم العربي يطالبونه بالقضاء على حماس يشددون عليه في ذلك نعرفين هما طبعا أصدقائه هنا نتكلم عن الحكام يقصد أول واحد هو المسخة على الإمارات هذا بن زايد رئيس ما يسمى بدولة الإمارات العربية ثاني واحد هو السيسي هذا المجرم قاتل المصريين في الصحات العام ثالث واحد بن سلمان بن سلمان هذا فضايحه ليست لا حدود ويعميها ربك في هذه الأيام المظاهرات في كل مكان والاحتجاجات في كل مكان بما فيها في الكيان ذاته هو يقيم الأفراح والأعراس تركنا نشوفها مع بعض نعود نشوفوا جزء منها ضيف إليهم مانيك الأردن وضيف إليهم رئيس السلطة الفلسطينية هؤلاء الخمسة خاصة يطالبونه بالقضاء على حماس كما قال هو لأنه يقولون الخاف يعني لو انهزمتم أنتم قد نهزم نحن أيضا هو قال لو انهزمت إسرائيل سيهزمون يعني قالولو أنه لو انهزمتم أنتم سنهزم نحن أيضا نعم سيهزمون هي الحقيقة الهزيمة رأي موجودة الهزيمة الأخلاقية الهزيمة المعنوية الفضيحة على الملأ رأي موجودة إذن وش قال اليوم أحد مسكين معنو يتحدث بكثير من التحفظ اسمعوا شي يقول موسى برزمرزو أحد كبار المقاومين أني مندهش مما أسمعه دول عربية تتحدث إلى الغربيين يطالبونهم سرا بالقضاء عليكم السلطة الفلسطينية تطالب سرا هذه يعني تطالب سرا الاحتلال بالقضاء عليكم وهم يظهرون عكس ذلك علنية دكتور هذا أمر مدهش للغاية دكتور وأضف إليهم بعض من يجلس على كراسي في السلطة الفلسطينية أيضا قالوا نفس الكلام وسيئن فضحتهم وقالوا لنا أن نحن لا نستطيع يعني أن نعلن ذلك صراحة ولكن يعني لا اقتلوهم 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 بهذا الشكل كانوا يطالب الغربيين بأن يقتلوا حماس في غطاء هذا مسؤولين في السلطة يطالبون بقتلكم السلطة تطالب بالقضاء عليكم بالقضاء على حماس نعم أنظمة عربية تطالب بالقضاء عليكم سرا دكتور صحيح كثيرة هي هذه الأنظمة أنتم بلامس في الجزيرة وفي مقابلة مع أحد المحللين ذكر ذلك بوضوح على شاشتكم نقلا عن دينيس روس حينما ظهر خمس بلاد عربية وقالوا له هذا الكلام على راجع مقابلة على الجزيرة أنا قرأت كلام دينيس روس نفسه كله بعيدا عن ما قيل يعني هو في الأخير نقلا عن دينيس روس أنا قرأت أنه قال نفس الكلام لكن عندما أسمعه منك أنت الآن يدعو للاندهاش وللصب أنا معتقد الآن الكثير من من يشاهدنا مصدوم أنت تقول أنظمة عربية تطلب سرا بالقضاء على حماس والسلطة الفلسطينية ببعض قيادتها يطالبون بهذا الأمر دكتور أمر مدهش للغاية للحق أكثر من ذلك القضائف التي نقتل بها تنطلق أيضا من بلاد عربية ومن قواعد أمريكية موجودة في بلاد عربية والمعونات التي تأتي للسلطة لمواجهة المقاومة تأتي من بلاد عربية يا أخي الكريم الوضع العربي وضع للأسف الشديد يعني صعب 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 القواعد الأمريكية بالمناسبة توجد في البحرين توجد في الإمارات توجد في السعودية توجد في مصر هذا بالنسبة للمطبعي توجد أيضا في الكويت وفي قطر وتوجد في الأردن لكن الاستخدام الآن رح يتم في الدول المطبعة حتى الكويت وقطر ما يقدرش يقولوا لا لا لكن رح يجعلهم جانب لأن قطر قاعدة تقوم بالوساطات في قضية الأسرة إلى آخره فما هو حابين يحرجوها أكثر مما يجب بالرغم من أن فيه جهات متطرفة داخل الغرب بدأت ترك رح ينشوفوها بدأت تهاجم قطر وتطالب بالضغط عليها بشدة الكويت أيضا مش حابين يحرجوه لأن المعلومات تخرج طائرات تخرج والآن فيه واحد من العفاظ الأرسل لي مجموعة تطائرات التي تصل إلى الكيان الإسرائيلي فالناس تابع يعني في الأنترنت موجودة لمن يعرف المواقع تابع كل الطائرات فالناس تعرف الطائرة الفلانية نزلت في المكان الفلاني ورحت للمكان الفلاني لكن كل هذه الدول المطبعة الخمسة المجاورة أو القريبة بحرين إمارات سعودية سعودية مش مطبعة رسمية لكن مطبعة عملية الأردن ومصر فيها قواعد بشكل أو بآخر قواعد أمريكية ومن هناك تخرج هؤلاء الذين عجزوا مثل السيسي وجنيرالات وعجزوا على إدخال قرعة تعمى وما زالوا يعجزون إسرائيل هي تقررش يدخلش ما يدخلش البيت الأبيض وتل أبي بل أن المقاومة رهنها شهدت عشرات المرات ما يسمى برئيس المصري هم يقول لك رئيس المصري جنيرال هذا المجري يقولوا له افتحوا برك للجرحة من المدنيين في جرحة من المدنيين لو كانوا لا يروحوش إلى مستشفيات خارج القطاع سيموتون بما فيهم رضع بما فيهم أطفال بما فيهم نساء بما فيهم شيوخ بما فيهم ولو ولا واحد ولا واحد لحد الآن طبعا السيسي لاني أفعل السيسي صهيوني أكثر السيسي صهيوني أكثر من الصهاينا كاين يهود أشرف مليون مرة أشرف مليون مرة من حكام العرب خليني نذكركم منهم واحد خاصة للمتفرنسين ربما يفيدهم أنه يقرأوا هنا موجود على ميديا بارت لكن عندي ملخص ليه هنا بالعربية بسرعة في مقابلة خاصة بها موقع ميديا بارت استنكر الكاتب والصحفي الإسرائيلي ميشيل فارشافسكي ميشيل فارشافسكي الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها الدولة العبرية ضد المدنين في غزة داعيا المحكمة الجنائية الدولية لأن تنظر في الأمر جمعت مع فلسطين ظالمة ومظلومة قالوا هاش خرج تبون قال لك الفلسطين ليسوا إرهابيين يعني هذا الكلام لو كان قالوا السيسي والله قالوا بن زايد والله يعتبر معقول لماذا؟ لأن هذه أنظمة مطبعة وخائنة ومعلن ذلك فلما يقولوا كلام مثل هذا يبدأ معقول لكن أن بلد يقول أن الجزائر مع فلسطين ظالمة ومظلومة وبعدين يخرج تافه انتع تبون يقول الفلسطينيين مش إرهابيين ما قدرش يقول حتى المقاومة قال الفلسطينيين مش إرهابيين هذا ذل بعض الجزائرين طبعا نقول كابس خير من الأخرين لا انت شوف كل واحد يمد من قدراته أنا مشتوني هنا انتقد إيران وانتقد تركيا مع أن الموقف التركي والموقف الإيراني مليون مرة خير من كل هذه منق موقف هذه العصابات اللي تسمى عصابات عربية كلها بلا استثناء يا الموقف الإيراني وموقف التركي لكن لماذا ننتقد إحنا الموقف التركي والإيراني لأنه أقل هذا مثل واحد مثلا في قسم متفوق جدا في العادة يجيب 18 على 20 المعدل وكي الناس معاه في القسم ضعفاء كوسالة في المعدل في الغالب يجيبه 6 على 10 6 على 20 أو 5 على 20 لما هذاك اللي 25 على 20 يصل إلى 10 على 20 الأستاذ أو الأستاذة تقول له آه ممتاز فيه تقدم هائل رك أفضل أما هذاك اللي كان يجيب 18 لما يقول لي يجيب 15 يقول له نارك نزلت وضعك رهي سوء مع أن صاحب الـ 15 يبقى دائما أفضل من صاحب العشرة في المعدل أليس كذلك الجزائر المفروض في قضية فلسطين هي مثل ذلك الطالب اللي كان يجيب 18 على 20 تصريحات تبون هي أقل من 10 على 20 يعني هذه تعالفلسطين مش إرهابيين كانوا هكثير وبعضهم مطبع كان المفروض كان شيء واحد يقال لي كون كنت أنت وش تقول أقل شيء أقل شيء تنديدا كاملا بالجرائم التي تقوم بها الصهيون بما فيها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية واحد اثنين دعوة القوى الغربية للتوقف عن دعم هذا الكيان الصهيوني لأنه يرتكب حتى بمفهوم القانون الدولي يرتكب جرائم بشعة ثلاثة المطالبة بالدول المجاورة له أن تقطع علاقاتها أو المطبعة أن تقطع علاقاتها مع هذا الكيان كل الدول مجاورة وغير المجاورة ربع أن يتم الدعوة لما يسمى الجامعة العربية وما يسمى العالم الإسلامي إلى اجتماعات على مستوى القمة تقول فيها الجزائر نحن يجب أن نناصر المستضعفين في غزة يعني يقولها الكولومبي ويقولها البنزويلي وتقولها الإسبانية ويقولها آخرين وهذا وزراء أو رؤساء وما يقولهاش رئيس الجزائر خمسة نتنياهو وجنرالات ووزراء مجرمي حرب ويجب أن يقدموا إلى المحكمة الجنائية الدولية ستة إذا لازم الأمر نطالب أوباب ونوقف نحن بيع بيترولنا وغازنا إلى أن يتم احترام حقوق الإنسان ويتم احترام الناس والبشر الذين يقتلون بلا حدود سبع دعوة الدول ولننقلكم فيها على السريعة دعوة الدول سفراء الدول الذين يدعمون الكائن الصهيوني بلا حدود طلبهم وتوجيه مذكرات احتجاج وإذا لازم الأمر سحب سفراءنا من هذه الدول حتى يتوقف هذا الجنون الضغط بكل الطرق ومع كل الجهات حقوقية دولية إنسانية حكومات إلى آخره من أجل تعديل الموقف ليس هذا الرد التافه أنت على الإنسان التافه الذي لا يثقه شيء الفلسطينيين ليس إرهابيين ومكانوا إرهابيين بدل ما يقول أن الفلسطينيين يدافعونها عن حقهم في الوجود وهذا الحق مكفور بالشرع القانون الدولي وبشرع الأرض والسماء ونحن معهم يقول هذا الكلام وبعدين شيء آخر هاو التركي تكلم مع المقاومة وتكلم مع هنية الإيراني تكلم مع المقاومة وتكلم مع هنية ومع من يشعر فيش كون القطري الكويتي هتكلم أنت أيضا مع المقاومة دير خطار شيء آخر بسيط جدا أجمع النطيحة والمترد يوم أكل السبع من كل اللصوص اللي يرام فيما يسمى بالبرلمان وخرجوا بيان بتجريم التطبيع ما زال لحد الآن التطبيع ليس مجرما في الجزائر أو زاد الحد بيان مع توه تونس أو رفض تجريم التطبيع اللي كان المفروض يمر عند برلمان هذا اللي جابه على قياسه قال لهم لا لا ليس الآن آه ليس الآن لأن طليان والفرنسيس والألمان يشدهم من وذنه لأنها مرتزقة مجرد موظفين عند هذه الدول عند دول كبرى وأشياء أخرى أنا قلت لكم هذا على السريع وأهم من ذلك خلوا الشعب الجزالي يتظاهر خلوا المساجد خلوا المدارس خلوا الجامعات خلوا الناس تعبر في كل مكان أقل شيء شعب الجزائري عبر عن الألام يرسلوني بعض الناس كاللي يقول لي رأني أصبت بـ يقول لي رأى بتجيني سكتغ أمي خلوا الناس تعبر الأقل شيء والحقيقة أن كان خطوات وتزرقات كثيرة تستطيع الجزائري hips دون الدخول في حرب هلا مش مجلكم رسلوا الجيش ومعثوا المانيش عارف شكون وشنغريحة وشنغريحة روى سروال ومش حاكم فيه لا لا رأنا نقول لكم غير الأشياء اللي هي مقبولة دوليا ومقبولة دبلوماسيا ومقبولة عمليا في علاقات الدول اللي هي هو نوع من الاحتجاجات هذه ولا شيء تبون قاعد جايب السفير الفرنسي قبل أسبوع يقحقه معاه بينما عارفنا الموقف الفرنسي من أبشع الموقف الأوروبي على الإطلاق صاحبه ماكرون طبعاً مو صاحبه ماولو ماكرون يعتبره عبيد ليس أكثر ويتحدثون الآن عن إمكانية زيارة تبون لفرنسا في الأسبوع القادمة يعني ما تحشموش يعني ما تكونش ذرة كرامة يعني فرنسا اللي تأخذ أبشع المواقف ضد الفلسطينيين وليتدعم في هذا الكيان بكل الطرق الآن تناقش باش تروح تزورهم ما زال والله لا يجعل لك الأحرار يجعله نحا زيارتك لفرنسا يجعله هناك جحيماً تأكد من ذلك كنت أريد أن أضيف بعض النقاب في الحقيقة لكن بما فيها الخلفيات الاستراتيجية لهذا الموضوع وتأثيراته لكن خلوني ربما نختم الحديث بما قالته أيضاً جريدة أخرى ربما هرت نفسها أو بما قالته نيويورك تايمز نيويورك تايمز نيتنياهو تلقى تحذيرات أولية عن هجوم حماس وتجاهلها للتركيز على حزب الله وإيران نشأت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً عده كل من رونين بيرجمان ومارك مازيتي وماريا أبي حبيب تحدثوا فيه عن سنوات الفشل الإسرائيلي مع حماس التي قادت للهجوم وقد قادت للهجوم المدمر فقد اعتقد المسؤولون الإسرائيليون قبل هجمات 7 أكتوبر أن التهديد قادم من حزب الله وإيران وأساءت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقدير قوة حماس وهجومها الذي حطم صورة البلد الذي لا يقهر وهذه مليح خوتنا اللي راح دايما عندهم تشكوك وعندهم بلاك وهذه مؤامرة اسمه واش هيكتب لقد حطمت الصورة انتع الكاية الإسرائيلي انتع البلد الذي لا يقهر الجيش الذي لا يقهر الأمن الذي لا يقهر التكنولوجيا الذي لا تقهر تحطمت يوم 7 أكتوبر تحطمت تماماً وقالت الصحيفة إن مدير المخابرات الداخلية شينبيت لم يكن قادراً في الساعة الثالثة صباحاً يوم 7 أكتوبر على تحديد ما رأاه وإن كان مناورة عسكرية أخرى لحماس أم لا أزال كان يظن باللي رغم يديروا غير في المناورة وقضى المسؤولون في مقر شينبيت في مقر مخابرات داخلية ساعات وهم يراقبون حركات حماس حركات حماس في قطاع غزة والتي كانت في منتصف الليل نشطة وبشكل غير عادي وأقنعت المخابرات الإسرائيلية المسؤولين لاستخباراتين أنفسهم أن حماس ليست ذاهبة للحرب وربما كانت تقديراتهم مختلفة لو استمعوا لحركة الاتصالات باللاسلك التي كانوا مقاتلين حماس يحملونها لكن الوحدة الإشارة الإسرائيلية 8200 وهذه واحدة من أخطر الوحدات الإسرائيلية في الحقيقة 8200 توقفت عن تنصت على شبكات حماس قبل عام لأنهم اعتقدوا أنه مضيعة للجهد وتذهب طويلاً نيويورك تايمز في شرح الإخفاق الإسرائيلي وكيف كان إخفاقاً شاملاً عاماً غير مسبوق غير معقول غير مقبول بشكل كبير ستكتب أشياء كثيرة جداً عندما تضع الحرب عوزارها وتتكشف الحقيق لأن اللي ستتكشف من بعد ستكون أكثر هولاً خاصة من قتل العدد الأكبر من المدنيين الإسرائيليين هل كانوا عناصر المقاومة الذين اشتاحوا قراءهم وبلداتهم أم كان رد الجيش الذي كان مرعوب وخايف ولا يعرف كيف يتصرف أو أحياناً كان يريد أن يقضي على الخاطفين أو المخطفين قبل أن أذهب وأنتم تعرفون أن حدثت مظاهرات في كثير من أماكن العالم بما فيها داكستان مثلاً أين تظاهروا وهاجموا أمس المطار وهذه داكستان هي جمهورية داخل روسيا وأيضاً بما فيها في اليونان وفي أماكن كثيرة جداً دعوني نوري لكم مظاهرة من نوع خاص مظاهرة قامت في أرض الحرمين بشكل حقيقة لا يتصور ما بنعلقش عليها كثير هني نخليها لكم موسيقى هذا العبث الرهيب يجري في بلد الأرض المقدسة للمسلمين هذا العبث الرهيب يشرف عليه بن سلمان وأدنابه وكل المجرمين الذين يحيطون به فساد عارم فساد عارم مخدرات في كل مكان خمور رقص فاحش هنا في الغرب ما يقبلوش بعض أنواع الرقص اللي رامديروه هناك في الغرب لا تقبل في بعض الأماكن في وقت تسيل دماء الأطفال والنساء والرجال في غزة وديانا يجب على كل واحد يعرف من هذه المداخل الذين يقدسون الحكام المجرمين وبما فيهم بن سلمان أن يوريه هذا المقاطع باش ما يعودش عنده خطر أخرى أني ما كنتش عارف ما شفتش يوريه أنه ما هوش فقط يدير فيها في الأرض المقدسة للمسلمين وأنه ليس فقط يدير في أشياء بعض الدول الغربية لا تقبلها وهي المعروفة بالحريات والإباحية وأنه يقوم بها في وقت يقتل فيه الأطفال والنساء والرجال قتلاً بشعاً يتراوح المعدل ما بين 300 إلى 700 قتيل في اليوم والجرح أكثر من ألف في اليوم وما زال القتل مستمر هؤلاء ليسوا بحكام هؤلاء ليسوا بولاة أمر هؤلاء مجرمين قبار عملاء وخوانا ما فيهمش الحد الأدنى من الإنسانية ولا أقول من الإسلام اللهم أنصر المستضعفين أينما كانوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته